هتلاقي طبعا منتجات متكررة وهتلاقي في حاجات مشغالة كل ده هنبدأ نزبطه بالتدريج. تجين ان احنا نزبط ايه بعد كده? الحاجة اللي احنا محتاجينها اول حاجة لو انا دست على الزرار دوت الزرار ده اللي جواه يتغير يبقى شبه كده. بص كده لو دست الزرار ده بيتغير بتعمل عليه عشان انت ما انتفوش تقنيه. مهما تدوس عليه مش بيحصل اي اكشن. ده اللي انا محتاج اعمله. بس كده. طيب. تعالة واحدة واحدة. انا هنا لما بدوس على الزرار دوت فيه بتعمل بتشتغل اسمها طيب. انا هنا اصلا عامل لما تشتغل على لما تدوس على دوت بيبدأ يشغل الحاجات اللي جوا. ممكن من هنا نبدأ نزبط الحتة دي. طيب. محتاج ان انا اعمل ايه? هقول له والله بعد ما تشغل هتعمل لي كونست بوتن. حال? ودي هتساوي ايه? هتساوي برضو. تمام? هتجيب لي منهم اللي هما سواني كده. هتكون علامة اللي هي فوق الزرار ديات عشان هنحط فيها متغير. الكلاس بتاع البوتن ادو كارت دوت. تمام? هقول له والله ضد. بوتن ادو كارت. ولكن مش هتجيب لي كلهم. هتجيبهم لي اللي فيهم اتريبيوت داتا اي دي. حل? بيساوي ايه? بيساوي. البرودكت اي دي دوت. تمام? البرودكت اي دي هو فاكر اللي احنا جبناه من اللي هو الزرار دوت يعني. تمام? هتستعيلي الزرار اللي احنا دوسنا عليه من الاخر. طيب. بعد كده هتعمل ايه? هتعمل لي على الول ماتشنج بوتنز ديت فور اتش تانية. حلو? دوت فور اتش. نجيب لي منها بوتن بس. تصوار كده عشان تبقى مختلف عن التانية. هلو البوتن دوت 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 اد. هتضيف لي ليه كلاس اكتف. حلو? يعني من الاخر لو ان الزرار دوت اللي انا دست عليه هتضيف ليه عليه كلاس اكتف. تمام? تمام اوي. اللي هي اللزبان بتاعتي. محتاج ان انا اعمل حاجة تانية. هقول له. البوتن دوت دوت انار اتش تيميل. تمام? هيساوي ايه? هشيل اللي يعني تعالى كده نخش على الايتمز هوم ونشوف البوتن قدتو كارت اهو. هو الطبيع اللي جواه في الايتش تيميل الجزئية ديت. فانا هغير الايكون خالص. او كده تعالى نشوف الايكون الموجودة هنا. هي نفس الايكون هو بس اللي بتغير. فانا خلاص. هيأخذ ذكرة كوبي. واروح على الميندو جيس. وقول له هتطبع لي هنا ايه? هتطبع لي هنا الجزئية ديت. ولكن هتغير التكس دوت من اد تو كارت اللي هتقول له الايتم ان كارت. دعا كده نجرب. هدوس هنا على اد تو كارت. طبعا لي على المنتج ايتم ان كارت. دعا كده ندوس ثاني اهو نفس الفكرة. بديه في المنتج ايتم ان كارت او ما دوس عليه بتغير ويكون ايتم ان كارت لانه هو في الكارت فعلا. طيب. انا لو دوس مرة تانية زي ما قلت لك هيديه في المنتج للك كارت مرة كمان ومرة كمان اهو. مهما دوس المنتج بيتضف للكارت عنده بتكرر كتير قوي. وانا اس اس واشوف انا متعدل عليه فين اهو. اهلو والله البوتن دوت كارت دوت. لما تكون عليه كلاس اكتف. هتخلي اللون بتاعه ده فعلا المعمول اهو. راح فين تعال نضيف للمنتج دوت. وهتخلي محتاج ان انا اضيف عليه حاجة تانية. اجه هتخلي لما دوس على الزرار ما فيش اي حاجة تحصل. وهي بتاعتنا اسمها. بوينتر. بوينتر هنا سواني. بوينتر ايفنس. هتكون. نن. فعنا بيخليني لو دوست كده تعالى كنا نشوف المنتج اللي هو الكاتل دوت. دوست على قد كارت حال. مهما دوست كده. ما فيش اي منتج بيتضف تاني. يعني هو ضف منتج تاني. لكن لو دوست على دوت اللي منضف الكارت اللي عليه الكلاس. ما فيش اي منتج بيتضف. لكن على الاول كان بيتضف كتير او زي ما احنا شايفين. طيب. بعد كده يعني انا كده ضمنت مفيش منتجات تانية هتتكرر. تعالى كده نمسح من بتاعنا. نشيل الكارت ده كده خالص. ونبدأ اللي احنا نضيف. نعمل الفريش. كارت بتاعت الفاضية اهي. هدوس على قد الكارت اهو. اضاف للمنتج فعلا. هدوس على القد الكارت مرة كمان. بيديه في المنتج تاني. مهما دوس هنا كده اهو. مش بيديه في المنتج مرة كمان ونفس الفكرة هنا. هعمل الفريش. طبعا هلاقيها فاضية. فاحنا محتاجين ان اللي هو الموقع يتفتح من الاول. يشوف المنتجات اللي في الكارت. ويدفع على طول. شبه هنا كده. لو عملت الفريش. هفتح الكارت. هلاقي المنتجات الموجودة. تعالى بينا نزبطها. بي. هخش على فعل الميندو جيس. وبكل بسطة خالص. هشغل الفانكشن بتاعتي اللي هي بتعمل update كارت. هقود هنا. ولكن مش هشغلها في مكان تاني انا هشغلها برا. بتاعت كده خالص. هقول له هتشغلي الفانكشن اللي هي update كارت. طبعا كده نبص. هعمل الفريش. هلاقي المنتجات مطبوعة. هضيف هنا منتج تاني. منتج تالت. وهعمل وافتح كده الكارت. هلاقي المنتجات دي فعلا موجودة. هعمل كمان اهو. موجودين مش هيتشغل. طيب. ليه? ان انا هنا بعيد نفس الفكرة من الاول. بقول له والله هي. هتجيب لي. ولو مش موجودة تعمل لقرية فاضية. وهتبدأ تفضيل الكارت خالص. وبعد كده تطبع لي المنتجات دي. لو فعلا فيه اعتماد في الكارت. زي الفل زي الفل. طيب. ممكن نبدأ نعمل حاجتين الاول. ممكن انا اشغل الزرار اللي هو بيحزف المنتج من الكارت. فتعالى بينا نزبطه. اطبع لفوق كده. تمام? وهاجي في الفنكشن اللي هي الابديت كارت ديت. تمام? تحت كده هنا. تمام جواها. ولكن في اخر مكان. هعمل متغير اسمه. كونس هيكون دليل. هلو? بوتون. طريبا انا اكتب المتغيرة الخاصة. بوتونس. اي سياو دوكومنت دوت. ويري سيلكتور. هلو? هلو? وهيكون فيه الكلاس بتاع الايكومت اللي بتنسح دي. تعالى نشوف كده الكلاس بتاعته اهو. ااخد كلاس دليت ايتم. ده الزرارة اللي فيه التراش ايه. تماما هاخد الكلاس دوت هنا. هقول له. دوت. دليت ايتم. يعني اي منتج جهه الكارت في اي حاجة عندي في الموقع اخد اي سياديه هنا. طبعا انا مش مدي حاجة دليت ايتم دي غير الايكوم بتاعت الحسف اللي بتكون مجرة في الكارت. طيب. طبعا هنعمل فور اتش عليها. هقول له. ادليت ايتم دليت بوتون زي ديت. دوت فور اتش. هترجع لي منها البوتون. هيكون فيها بوتون. دوت ااد ايفنت ليسنر. طبعا في الكليك. تمام. هيكون فيه برضو. الايفنت. هقول له الله. هتعمل لي متغير اسمه الايتم. حال? هيساوي ايه بقى? هيساوي. الايفنت دوت. دوت. تمام? دوت. تمام? دوت. تمام? البوتون. حل? وهتجيب لي منه اتريبيوت جديد اسمه الدياتا اندكس. حلو كده? حلو كده. فانا محتاج ان انا اضيف هنا للبوتون دوت كلاس اتريبيوت قصدي اسمه داتا اندكس. حلو? هيكون في ايه الدياتا اندكس دوت عبارة عن ايه? عبارة عن الاندكس دوت. اللي هو رقم كام في الكارت. في الفور اتش دوت يعني وليكن ده المنتج رقم اربعة. فيكون الاندكس بتاعه اربعة. عشان ده الترتيب بتاعه في الكارت. طيب. هقول لهو دوت جيت اتريبيوت. اللي هيكون الدياتا اندكس يا باشا. فاحنا كده جبنا من مكانه الترتيب من من الكارت بتاعتي. فهقدر بكل بساطة ان انا امسحه من الكارت. فعمل هنا كده فانكشن جديدة. وهيكون فيها ايه? هيكون فيها الايتم انديكس. طيب زي الفول كده زي الفول. محتاجين ان نبدأ ان احنا نبدأ نشغل الفانكشن متاعة. حاجة هنا. اقول والله هتعمل لي فانكشن. وهيكون اسمها ديت. هتكون اغدى من الاندكس. حلو. اقول له والله نفس الفكرة برضو. لازم اعمل اللي هي الحركة بتاعة الكارت ديت. تمام? اخدها ممكن اخدها من كده كوبية على طول. تمام? اقول له كونست. هيساوي. هيساوي ايه? هيساوي الكارت. انا هتجيب لي الكارت من دوت. حلو. هتقطع لي من عند الفانكشن دية بتقطع من الاري. من عند ايه? من عند المكان بتاع المنتج اللي هو الاندكس. لو المنتج داركم اربعة تيطاع لي من اول اربعة. تمام? ما هتطاع لي. انا مش عايز يحزف غير المنتج واحد بس. وزيرو. حلو? حلو واوي. وبعد كده هعمل دوت ست ايتم. تمام? هيكون الكارت. زي الفل حد كده زي الفل. بعد كده هابدأ ان انا اشغل الفانكشن بتاعتي اللي هي. افديت الكارت. حلو? بتاع لكده انا نبص. افتح كده الكارت. هدوس على قد كارت. ضعف المنتج تاني. احنا طبعا عشان خاطر ما كناش ضايفين قبل كده. ولكن انا لو دوسنا على الزرارة اللي بيحزف اهو. حزفولي فعلا. لو حزفت الموبايل دوت تعال كده طيب نحزف المنتجات كلها ونعمل طيب هابدأ ان انا نضيف اتو كارت اهو. و اتو كارت كمان و اتو كارت. تعال كده نفتح مهما دوس هنا كده كده مش هيتضاف المنتج. لو جيت حزفت دوت. حزف لك الموبايل فعلا لو حزفت الغسالة يحزفها. نفس الفكرة في الموبايل التاني. طيب. المنتجاتها هي تانية. تعال كده نحزف الكاميرا اللي في النص ايه تحزفت فعلا من الكاميرا. كل حاجة شارجالها زي الفل. زي الفل يا صديقي زي الفل. مش محتاجة اقول لك لو لسه عملتش لايك اغبط اللايك. تعال بينا نرجع نكمل تاني. يلا بينا. الخطوة اللي بعد كده ايه? تعال كده نعرف الخطوة اللي بعد كده ايه. عندي حاجتين المفروض ان انا ابدأ اشتغل عليهم او تلات حاجات. ان انا اشغل الزرار اللي بيزاوض ينقص. ان انا ابدأ اشغل الكارت وايتم زي كام مصاب توتل. وهنا نفس الفكرة. والحاجة تالتة لما اعمل ريفرش على الموقع كده. المنتجات اللي متضفة في الكارت هنا. يكون المنتج بتاعهم معمول عليه. ان انا ادوص هنا كده. هيديف المنتج مرة تانية هوا متضفه. وانا مش عايز ده يحصل. فتعال اللي نعملها. هليه هنا في رموف فروم كارت ديت. اشغال لي فانكشن جديدة. حلو? الفانكشن جديدة بتعمل ايه? رموف فروم كارت لما بتشتغل. لما انا بحث في المنتج جدا من الكارت. حلو? عايزها تشغال لي فانكشن اسمها الابديت بوتونز استيت. حلو? دي بتغير الحالة تاعت البوتونز. هضيف فيها ايه? هضيف فيها ايه? اضيف فيها ارموف بروتكت ديت دوت اي دي. زي الفول زي الفول قوي. حاجة هنا هعمل فانكشن. اسمها. ابديت بوتونز كارت. وهيكون فيه هنا. البرودكت اي دي. حلو? هقول له والله هيكونست. اقول. ماتشنج. بوتونز هتساوي. دوكومنت دوت كويري سيليكتر. اقول. وهتستدعيلي من هنا. نفس الفكرة بتاعت الجزياء اللي فوق. لو البوتون دوت ادات الا ايدي بتاعته. ممكن ناخد كده دي كوي. نحطها هنا. اللي هو البوتون ادتو كارت. اللي اخد اتريبيوت دوت اي دي. الاتريبيوت دوت بيساوي البرودكت اي دي اللي هو جاي هنا. زي الفول زي الفول. وهعمل برضو. فور اتش على الاول ماتشنج ديت. هقول له والله الاول ماتشنج. بوتونز. دوت فور اتش. ترجعلي البوتون. هيكون في البوتون دوت لاس لست دوت موف هتشلي من عليهم الكلاس اكتف اللي احنا ضيفينه فوق. تمام? وبرضو عايز اعمل حاجة تانية. هنا احنا في الجزئية ديت. لما بندوس على الزرار. بنخلي المنتج مكتوب فيه ايتم ان كارت. عايز ارجعه تاني ان انا خلاص هنا ان لما حزفته من الكارت عايز ان انا. اخليه بقى اللي هو ايه. اد ايتم ان كارت. اد ايتم تو كارت. نفس الكلمة هنا كده ايه? حل? انا كده تقريبا كلها سمول. تمام? فتعالي كده هو. نفتح هنا. لو دص على ده ادتو كارت. تمام? وجيت حزفت كده. المنتج راجع عليه ايتم ان كارت. المنتج شامل عليه ولكن لو خدت بالك. زي ما هو ما تتغيرش. يعني لما حزفت كده هو. تشامل عليه ولكن ما تغيرش. طيب. طبعا انت اخد بالك ليه? انت غير ما اخد بالك كتبت القوسية دي غلط. فياخد البوتون دوت اللي هو جاي من الاتريبيوت احطه هنا. تمام? وايجي اجرب. اهو. اضيف في الشاشة ديت. وهدوس على الموف. اتغير التكس. اتو كارت. وكمان اتشاري من عليه اكتف. نفس الفكرة في الكاميرا ايه? هدوس ريموف اهو. تمام? تعالى. لها سيدي المنتج دوت. من الضفة اهو. هدوس على الحزف. هنا مكتوب ايتم ان كارت. بقت اتو كارت. كمان اتشاري من عليه اكتف. زي الفل اللي حد كده زي الفل. فاضل ان انا برضو اللي عملت فيه عندي. تلات منتجات دول. ولكن اقدر ان اضيفهم مرة كمان في البداية. انا مش عايزة يحصل. عايزة يكون متشال من عليه. يعني متشال من يعني يكون قصد عليه كلاس اكتف. وكمان مكتوب عليه ايتم ان كارت اول ما انا اعمل رفريش الموقع. تعالى. تعالى نعمله مع بعض. طيب تعالى كده وليك حاجة عشان بس فهمك الفكرة. هنا المنتج دوت بيتضاف من اين? بيتضاف من الفايل بتاع الايتم دوت هوم. حل? فانا عايز اوتوماتيك المنتج الموجود في الكارت عندي. يتكتب يعني من الاول ينظر الزرور من الاول خالص مكتوب عليه ايتم ان كارت. ومعمل عليه كلاس اكتف. ويطلع فوق. خالص. واول الحاجة هنا. خلاص انا مش محتاج الكونسل دوت لوج دي اتشايلها خالص. واقول له الله عندك كونست. برضو الكارت هتساوي جيسون دوت بيرس. تمام? هتجيب لي اللوكال ستوريج. هتجيب لي من اللوكال ستوريج دوت جيت ايتم. هتجيب لي ايه? هتجيب لي الكارت. حل? ولو مش موجودة عادي خالص. هتعمل لي الري فاضية. زي الفل حد كده زي الفل. هخش هنا على ديت. واقول له والله ممكن هنا كده فوق في الاول خالص. واقول له عندك كونست. يعني لو موجود في الكارت. تعمل لي كارت دوت سام. افتح لي الكوز بتاعتك وهتقول له الكارت ايتم. حلو? اللي هي. لو الكارت ايتم ديت. تمام? دوت اي دي. وشيل على الا اي دي بتاعها. بيساوي ايه? بيساوي البرودكت دوت الموجود هنا. دوت اي دي. تمام? يبقى هو ده الكارت ايتم. زي الفل زي الفل. هقول له والله ايه هو هنزل تحت كده. دي كده معناه ان هو لقى المنتج ودي كده بتساوي ترو. فهنزل تحت عند البوتن ايه. كل بساطة. هجي هنا كده. واعمل علامة الدولار ساينت. سيب مسافة الاول بقى علامة الدولار ساينت. كل براكتس. وهقول له والله لو ديت. تمام? بتساوي ترو. حلو موجود يعني. هقول له والله هتخلي هنا مكتوب كلمة اكتف. الكلاس بتاعها. طيب ولو مش موجود تخليه فاضي. مفيش كلاس. ده على ايدها لك تاني. احنا هنا عملنا مسافة عشان خطر هنكتب كلاس جديد. ولكن الكلاس جديد ده هيتضاف على حسب الشرط بتاعنا. لو اللي ازقين كارت دوت موجود هتضيف لكلاس اكتف. ولو مش موجود مش هتضيف لحاجة. نفس الفكرة في الجزئية هنا كده بالزبط. ممكن اخد دي كده كوبية. ويقضيفها مكان الاد تو كارت. ولو لو الازقين كارت دي موجود هتضيف لهنا الايتم ان كارت. طيب. طب لو مش موجود معنا كده ان الايتم مش موجود في الكارت. فخلص هتخلي الزرار زي ما هو اللي هو الاد تو كارت. كل بساطة. طيب. تعال انا بص. بص كده هيسلم على الحلاوة. الايتم ده هو فعلا متضاف في الكارت هنا. فما تكتب لك عليه الايتم ان كارت. حال? لو ضفت ده كده. موجود الموبايل وعملت هنا. الموبايل ده فعلا موجود في الكارت. فكتب لك عليه هنا كده ايتم ان كارت. ومهما تدوس مش هتقدر اللي انت تضيف الموبايل ده تاني. ولكن هنا مش مكتوب عليه قدت كارت. وده بسبب ان انا مش اغلتش الفانكشن غير على الحاجات اللي عليها خاصة بس. فممكن اخد كده الجزئية دي كوبي. وابدأ انزل على الكاتجري اللي بعديها يعني. واضفها كده في الاول كده فوق خالص. ممكن اخد الجزئية دي كمان كوبي. على كده ناخدهم. ونشوف الاسبان اللي هنا ايه. هنبدلها ما كانها. بالشكل ده اوات. تعالة نقفل دي ونخش على الكاتجري اللي بعدها اللي هي الابليانس. تعالة هنا كده. ممكن نبدل الزرار دي الاول كده مرة واحدة واحدة واحدة. ودي الكاتجري التانية. الاسبانة ايه. اللي بيه لك او تتلعبط في حاجة. على كده فوق. هناخد الاسن كارت ديت. ونبدأ نضيفها في الاول في كل واحدة. تحت الاف كده على طول. اهي. فين الجزئية التانية. تحت الاف هي برضو. اضيفها هنا. كل بساطة. اللاقيت البروداكت دوت اهو. موجود في الكارت فعلا. تمام? انزل تحت. برضو عشان موجود في الكارت فمعمل علي الجزئية ديت طيب. كمان هنقدر ان احنا نحذف المنتجات من الكارت. حل? كده انت مفيش منتج هيتكرر معك في الكارت. دوس كده على اتو كارت اهو. دول منتجين. لو نزلت تحت. هلاقي ان الايتمات ديت برضو معمول عليها ايتم من كارت. مش هاضر ان انا اضيفها تاني اللي انا اضفتها قبل كده. فمش اه مش حالاوة هي اضيف المنتج كزا وره. تمام? مش هاضر ان اضيف المنتج تاني. لو حذفنا المنتج ده هتحزف زي الفل وهترجع هنا على عامة لقدت كارت بحيس ان انت تقدر تضيفه مرة تانية. كمان لو عملت الفريش. الحاجات اللي انا ده هيفعل الكارت اللي زي كده هلاقي ان هي موجودة عليها ايتم من كارت. ومش هقدر ان انا اشيلها. او اقدر ان انا اضيفها تاني قصدي. ده بيبقى احسن ان انت تخلي المنتجات في بحيس لو العامل عمل الفريش اقفل الموقع. ولاجع فتحه تاني. هيلاقي ايه اقتماعات موجودة في الكارت اللي كان شايفها بل كده. ودي حتة مهمة جدا لحتة بتعطيلكها. بعد كده اللي احنا محتاجين نعمله اللي احنا بقى نزبط مزرار اللي هو تزود العدد ونقص ونزبط المتغيرات بتعطي الحاجات دي بحيس ان هيها تتضاف اوتوماتيك. يجمع ان السعر ده كله وهديفه هنا في ونفس الفكرة هنا يقول له فيه كام ايتم في الكارت يعني. طولت اول اللي هو الفيديو دوت. بس هيكت حتة ويلوكت محتاجة ان هي تتعامل كلها على بعض المرة واحدة. ان شاء الله هنكمل كم حاجات الفضلة ديت في الفيديو اللي جاي. نشتش اللايك للفيديو. اشتراك للسو مشتركتش. والسلام كده لو كومنت حلو يشجعني ان انا كمل في البلاي لست دي بحيس ان انا نزل في الفيديوات كل يوم. واشوفك في الفيديو اللي جاي اصدك.